السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الحبيب أسألك سؤال على أهل البيت ما جاء في الآية لهم إن أهل البيت طهركهم الله وتطحيره وهناك يبين لنا إن الله طهرهم تطحيره ولكن بش بش يعطينا الأدين لنا ونزلهم الله عز وجل ليهذوا الناس ما كيناش القرآن المهم الميساج اللي بروصل لك هو رضينا على كيف قال يطهركم الله تطهيره طهرهم الله من الدنوب طهرهم الله من الأخ تذيونهم طهرهم لا يعرف شي حاجة ولكن بش ينزل الله آية فيهم شرعي يقولوا يحكموا في الأرض ونرد الناس للدين أن تعيشوا هذا الحدث وشوفوا إياكم الله لنا سألت فضل شيخنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم أعوذ بالله وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَتَالَتِهِمْ وَأَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ إلى قيام يوم الدين آمين هذا يا أخانا يا من سألت هو من قلة اطلاعك فإنك ظننت أن الله عز وجل لم يكلف أهل البيت الطاهرين عليهم السلام بهدايتنا ولم يعينهم هداة لنا وإنما اكتفى بتطهيرهم كما أنت تقول هذا من قلة اطلاعك على القرآن وعلى تفسير القرآن الحكيم فإنك لو اطلعت عليه جيدا لعلمت بأن القرآن الحكيم ناطق بأن أهل البيت عليهم السلام هم الهدات ولا أدل على ذلك مما رويتموه أنتم في شأن زعيم أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أمير المؤمنين عليه صلوات الله وسلامه عليه فعلى سبيل المثال جاء في تفسير السيوطي قوله أخرج ابن جرير يقصد أو يقصد الطبري وابن مردويه والديلمي وابن عساكر وابن النجار وأبو نعيم في المعرفة أنه لما أنزلت آية آية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد يعني لكل قوم هادي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على صدره فقال أنا المنذر وأومأ بيده إلى منكب علي رضي الله تعالى عنه صلوات الله عليه فقال أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه أي قال هذا الأثر صحيح وابن مردويه وابن عساكر عن علي بن أبي طالب في قول الله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أنه قال قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر وأنا الهادي وجاء في كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم في المجلد الثالث الصفحة 129 عن عباد بن عبد الله الأسد عن علي عليه السلام إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قال علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر وأنا الهادي ويعلق الحاكم على هذا الحديث بقوله هذا حديث صحيح الإسنات فإذن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم من يهدوننا وهم من يقودوننا إلى الهدى رسول الله صلى الله عليه وآله هو المنذر ولكل قوم هاد أي لكل قوم إمام من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الاثنى عشر فنرجو منك أن تطلع أكثر وأن تبحث أكثر لا أقل في تفاسيركم في مصادركم لكي تعرف ما جاء ونطقت به الشريعة كتاباً وسنة في شأن أهل البيت الطاهرين عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر